لنقطة تانية في اللايحة ايه رأي حضرتك في عدد الأجانب والسماح لإحتساب لاعيبي شمال أفريقيا أو من فلسطين أو سوريا أنه لعيب محلي والله هو طبعا حكاية احتساب لبعض اللاعبين الجنسيات معينة أنهم لعيبة محليين ده بيأتي برضو في إطار العلاقات اللي بين اتحاد الكورة أو مصر كدولة رائدة في كرة القدم مع الدول العربية الأخرى وبعض الدول اللي فيها مشاكل يعني اللي فيها ظروف استثنائية زي فلسطين زي سوريا ده ده في حد ذاته كويس وبيسمح أيضا أنه يبقى فيه أربع لعيبة أجانب يعني كده يعتبر خمسة يعني أنت بتدي فرصة قد يكون سلبياتها برضو اللي لازم نقولها كابتن أنه ده ممكن ياخد شوية من اللعيبة المصريين أو اللعيبة المحليين بياخد فرصهم لأن انت ممكن عندك لعيب جامد جدا في مركز معين انت مش تعرف تدي فرص للعيبة المصريين لأن فيه لعيب عندك أجنبي أو مش مصري واخد مكان جامد يعني محفظ عليه كان واحد ولد صغير طالع عنده عشرين سنة واحد وعشرين سنة ممكن جدا يكون وعد خلال سنتين ثلاثة يكون كويس بس هنقول برضو أن هي كرة القدم العملة الجيدة هي اللي بتفرض نفسها يعني لو فيه لعيب جامد أو يستطيع أنه هو يفرض نفسه على تشكيلة الفريق صحيح بس فيه بعض الاتحادات في ظروف معينة لو فيه المنتخب بشكل أساسي بيعاني من مركز معين هي ما دي يعني ممكن جدا بيطلع أن مثلا يقول لك لا للسنتين اللي جايين لا مفيش مثلا حراسة المرمى مثلا على سبيل ما هو حراسة المرمى بالذات ما فيش أجانب يعني زي ما بيقولوا ايه متصانع يعني يعني هو فيه منع للتعاقد مع حراسة المرمى أجانب لأن احنا جينا فترة برضو كان فيه حراس أجانب وبالتالي ده بيأثر مركز حراسة المرمى تحديدا عشان المنتخبات انت مش هجيب حرس أجانب يبقى حرس منتخب مصر او هياخد فرص الحرس او هياخد فرص الحراس تانين فهي الفكرة برضو لكن يعني هي فكرة كويسة واعتقد أنه اللارب على عيبة دول واللاعب اللي بيعمل معاملة المصري ده ممكن يعاد النظر فيه الموسم القادم لأن النهاردة الاندية كلها كابتناني متعقدة ومرتبطة بالعيبة فمش هتقدر النهاردة تفك تعقداتها يعني زي أنا بعتبر ده مهلأ كويسة قوي لكل الاندية إنها ابتداء من الموسم القادم تتوقع إنه ممكن جدا عدد اللعيبة الأجانب يقل فبالتالي يبقى فيه فرص للعيبة المصريين إنما في النهاية برضو أنا بقول إنه الأجانب مفيدين ما فيش كلام يعني أنت النهاردة أنت عندك اللعب الأجنابي ده بيضيف إلى قوة فريقك سواء أهلي أو زمالك أو أي نادي بيضيف إلى قوته خاصة في البطولات الأفريقية يعني سيبك من موضوع الدوري لكن بيضيف لقوة الفريق حتى على مستوى الدوري يعني بنشوف بعض الفرق يعني أنا فيأعتقادي فيه بعض اللعيبة الأجانب في بعض الفرق اللي ما تلعبش على المستوى الأفريقي بالضبط لا فيها لعيبة أفارقة مميزة بالضبط كويس أنا بقول يعني إنه هو مفيد برضو الاحتكاك حتى على المستوى العالمي فيه أعتقد دول ما فياش تحديد لعدد اللعيبة الأجانب ممكن تجيب الفرق حولا بل ضبط وأنا عشان كده بقول إن هي كرة القدم هي كفاءة ومنافسة لو في لعيب محلي يستطيع ان هو بمستوى يزيح لعب اجنبي بدون زعل يعني مش هنقول انه اصله اجنبي احنا بنتعامل معاه في كرة القدم على ان كرة القدم دي حاجة عالمية فما فيهاش يعني ما فيهاش عنصرية انه ده اجنبي وانه انا وطني والكلام لكل تستفيد منه ويكون على مستوى اعلى من اللعيب اللي عندك ما تروحش تجيب للعيب ومسمى لعيب اجنبي او لعيب افريقي ويكون عندك ولد ناشئ يكون مستوى قريب منه فيه بند برضو معمول بالنسبة للعيب الاجنبي ان هو يبقى احد لاعيبي القسم الاول او الثاني في بلده او في حالة استقدام لاعب اجنبي يجب ان يكون مقيدا باحد اندية القسم الاول او الثاني في بلده دي برضو نقطة ما كانش يزود عليها يكون لعيب دولي بالزبط كده يعني انا لسه كنت اقول ايه انه لو تزود فيها انه هو يبقى لعب دولي فانت هتستفيد منه وهترفع مستوى المنافسة والتنافس داخل الدور المصري فده برضو يبقى اجمل واخبالك اقتراح وممكن الاقتراح ده على فكرة كل دي اقتراحات وكل دي افكار ممكن تنفذ اصلها كلها قابلة للتنفيذ لافيش ولا فكرة من قبل انها بنقولها يعني خيالية ومافيش حاجة تمنع يعني كله كله وده اللي عجبني يمكن في انه انت كاتحاد كرة شغلتك مش بس انك تدير المسابقة وخلاص لانك تنظمها وانك تطورها واخبالك ولذلك ضرورة وجود ادارة فنية طبعا فيه المدير الفني الدكتور محمود سعد بس ايه انه يسمح له انه هو يعني يفكر ويسمح له انه هو يضيف الى بعض الافكار اللي موجودة